اشتركوا في القناة هل نغذي اثناء وجود التغذية داخل الخلايا او نتوقف عن ذلك سؤال جميل جدا لكن هناك معطيات يجب على الاخنة حال ان يتتاركها ويعرف اهميتها عند الكشف على الخلية هل عليه ان يغذي او يتوقف عن التغذية سؤال نطرحه على الاستاذ الفاضل ابو مازن الاهنومي من اليمن تكونوا معنا تحضين يحتاج الى نوعين من الغذاء يحتاج الى حبوب اللقاح ويحتاج الى كربوهايدرات والكربوهايدرات اما ان تكون مصدرها يكون مصدرها رحيقي من الزهور الطبيعية او يكون مصدرها صناعي مما يفعلها النحال من التغذية السكرية عند تدفق الحبوب اللقاح النحال كنا كثيرا يجب ان يكون فطنا ويوازي هذا التدفق من حبوب اللقاح يوازيه بالخطة الثانية من خطوط التغذية وهو الكربوهايدرات فان كان عنده في الطبيعة التدفق للرحيق اي انه النحال يفتح الخلية وخصوصا عند الظهيرة يكون نحل قد رجع بقطرات من الحبوب من الرحيق فيرى رش بسيط في بعض العيون السوداسين فيعلم ان هناك تدفق للرحيق موازي لتدفق حبوب اللقاح لكن قد لا يكون هذا التدفق للرحيق كافيا فيحتاج ايضا الى ان يضيف تغذية السكرية بتركيز وكمية مدروسة بحيث النحل ينطلق في التحضين ولا يبدأ في تخزين التغذية بشقها لا يبدأ بتخزين حبوب اللقاح ولا يبدأ او على الاقل اذا خزن حبوب اللقاح يخزنها على شكل هلالات فقط قرب عش الحضنا لكن ليس بكثرة ليس ردما كثيرا بحيث يعيق الملكة فيما بعد عن التحضين وايضا بحيث لا يخزن النحل التغذية السكرية او ما يتدفق معها من الرحيق ان كان هناك رحيق متدفق وقد قلنا ان الانسان يعرف ان هناك رحيق متدفق اذا فحصل الخلية ما غذاش انا ما غذيت اليوم اليوم لم اغذي علشان اعرف ان في تدفق ولا لا افتح الخلية في وقت الظاهرة وبعد الظاهرة قليلا يعني الساعة واحدة اثنتين اشوف ساجد ان النحل قد رش في بعض العيون السداسية بعض القطرات من الرحيق الجديد واذا حززت الاطار فوق الاطارات بشكل افقي ساجد ان هناك قطرات تتساقط فاعرف ان فيه في الطبيعة رحيق لكن قد يكون كافي وقد لا يكون كافي كيف ساعرف اه هذه المسألة ذكرت في كلمات سابقة وكثيرا ان ميزان النحال هو في الخلية الان التدفق الرحيق تدفق حبوب اللقاح انت لا تملك فيه شيئا يأتي النحل بالكمية المطلوبة لتغذية الحضنة بحسب وجود الحضنة فين وجد حضنة تستهلك هذه الكمية وإلا قام بتخزينها لكن لكن الارحيق او التغذية السكرية لا يستطيع النحل او النحال ان يوازنها الا بميزان ما هو الميزان الميزان موجود داخل الخلية قلت سابقا في محاضرات او في كلمات ان النموذج الامثل ان يكون لدى النحال داخل الخلية اطار مخزون عسل اطار عن في الحد اليمين واطار في الحد الشمال الاطار الذي بجوار الجدار يكون مخزون العسل الرئيسي والاخير الذي في اخر الاطارات يكون المخزون الثانوي طبعا الاطار سيكون جزء منه مختوم وجزء منه مفتوح ويحاول النحال ان يوازن التغذية اذا هو بيعمل تغذية يوازن بحيث ان النحل لا يسحب من المخزون ولا يخزن اذا هذا هو الضابط لمقياس التغذية اه مقياس التغذية الصحيح اه المقياس او الميزان الذي سيزن بهالنحال اه اموره هو يرجح هل هو يحتاج الى ان يغذي زيادة ام ان يقلل كمية التغذية طيب هل لو انه قللت كمية التغذية لكنه اه او ابقى كمية التغذية اه مثل مثل ما هي لكنه خفف التركيز هل سيكون جيدا ام يكون سيئا كنا لك لاحظ التخزين ان تغذي انت بتغذي بعشر اللتر غذي بعشر اللتر ان رأيت النحل ان رأيت النحل بدأ يخزن في الاطارات فاما انك كتزت في كمية التغذية او ان هناك رحيق انت لا تعلن به بيرد الى الخلية من الخارج اه بموازات التغذية السكرية ان رأيت الاطارات اذا ان رأيت الناحل يرش في الاطارات قطرات جديدة اه من التغذية السكرية فاعلم ان التغذية السكرية اما ان تكون زائدة عن الحاجة عن حاجة النحل فبدأ النحل بعتبرك كأنه موسم فيبدأ يزهابك الملكة على العيون السداسي ويخزن هذه التغذية بسرعة فاعلم في هذه الحالة ان النحل ان النحل اما انك زدت في كمة التغذية كمية التغذية المناسبة له او انك اه او ان هناك رحيق وارد انت لا تعلم بانت ما بتفحصش كل زهر ولا تدري لعله هناك شجرة ماء فيها رحيق معين ويأتي بهالنحل وانت تغذي فيزيد يزيد الطين اه بلة وترى ان النحل بدأ يخزن في الجانب الاخر احيانا النحل يغذي تغذية السكرية مثلا عشر اللتر هم تعود يغذي عشر اللتر لكنه عند الفحص وجد ان النحل قد بدأ يأخذ من التغذية المخزنة من المخزون الاستراتيجي سواء المخزون الاستراتيجي الرئيسي او المخزون الاستراتيجي الفرعي اللي هو اللي عند الجدار او في الاطار الاخير اه من جهة فراغ الخلية اذا رأيت النحل بدأ يسحب من هذا الاطار ولو كنت بتغذي فاعلم يقينا ان التغذية السكرية التي تقدم له قليلة فعليك بزيادة الكمية في اليوم الثاني حتى ترى ان النحل اكتفى ولم يعد يسحب من المخزون اذا هذا هو الضابط التغذية او المخزون الاستراتيجي داخل الغلية لا يزيد عن اطارين ابدا ما عداء الهلالات التي لابد منها احيانا الهلالات العسلية تكون في اعلى الاطار احيانا وان لا فالنحل اذا اتجه الى التحضين بقوة فانه يستهلك هذه الهلالات ويبدلها بحاضنة من الخشبة الى الهشبة افقيا ورأسيا فانت عندما تراه يستهلك من المخزون الموجود في الهلالات فلا تبتعس اهم شيء سيتوسع في التحضين يريد ان يفرغ مكان من اجل يحظ من الخشبة الخشبة رأسيا وافقيا لكن اذا رأيت يسحب من المخزون الرئيسي الذي هو المخزون الاستراتيجي الرئيسي الذي هو الاطارين يمين وشمال حد يمين وحد شمال اذا رأيته يسحب منهما فاعلم ان التغذية ناقصة او انك تقدم تغذية ولا يوازيها رحيك المهم النحل محتاج بيستهلك التغذية السكرية التي بتقدمها لو في نفس الوقت يذهب ليسد ليسد ما تبقى من حاجته من ذلك المخزون الاستراتيجي فعليك في هذه الحالة ان تزيد كمية كمية التغذية السكرية وان لا ستفاجأ ان النحل بدأ يردم حبوب اللقاح اكثر واستهلك من المخزون الاستراتيجي ويضيق على الملكة باحبوب اللقاح ثم قد ينفذ منه حتى المخزون الاستراتيجي كان ان كنت انت مهمل جدا جدا فقد يفقد المخزون الاستراتيجي بالنسبة له تبدأ الملكة في الانحسار من وضع البيض وتتقلص رقعة وضع البيض على حساء يعني وتزيد نسبة او رقعة الحبوب اللقاح المخزنة اذا رأيت النحل بدأ يضيف في اطارات التحضين قطارات من التغذية السكرية باستمرار فاعلم ان تغذيتك السكرية اما زائدة في الكمية فتنقص منها او ان التغذيتك السكرية يوازيها رحيق متدفق من الناعة من الحقل وانت لا تعلم به فعليك في كل الحالتين ان تقلل الكمية التغذية السكرية حتى لا تراها ان يرش حتى لا تراه يرش وبهذا لن يحصل عندك بلوكاج ابدا بلوكاج حظنة احمد المقدر يقول وصلت عشر اطارات فما عدى تقلصت رقعة التحضين وزادت على او تزادت رقعة مخزون حبوب اللقاح على حساب اه التحضين او زادت اه زاد زاد مخزون العسل على حساب التحضين لم تعد حظا مثل ما كانت من الخشبة الى الخشبة ارفع دور ثانية احمد ارفع اه 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 لا 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 ارفع الحظنة اذا رأيت عندك حظنة مغلقة ارفعها الى العلاء ولو فيها جزء من العسل جزء العسل وهذا عاد ارفعه ارفعها الى العلاء ونزل اساسات في الدور الاول نزل اساسات واقطع التغذية اقطع التغذية تماما النحل سيبدأ يستهلك المخزون الذي لديه العسل المخزن الذي انت كنت تقول انه اصبح كثير ويعيق الملك في وضع البيض اترك خمسة اربع ايام سبوع شوف راقب راقب انت اينك ميزانك نحن نعطيك نعطيك الا المفاتيح وانت فتح الباب هو عليك دعوه يستهلك هذه الزيادات في اه اه في بناء الاساسات اه الشمعية عندما يبني الاساسات الشمعية ستبادل الملكة في وضع البيض وخصوصا عندك حوب اللقاح او مخزون من حوب اللقاح ستبدأ في وضع البيض وتدريجيا سترى ان رقعة الحظنة بتزداد على حساب رقعة العسل وتبدأ تنضبط عندك العملية من جديد بعد ذلك ضع حلقة في اذنك اه ولا تنسى ان توازن التغذية السكرية مع تدفق حوب اللقاح كما اسلفنا ان شاء الله يكون الامر واضح تحياتي للجميع